موسيقى رياضية مفصلة من الميادين أهلا بكم المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعدما أطاحت حملة لقب ساحل العاج في لشولة الثالثة من الدور الأول المهاجم رشيد عليوي قاد المنتخبة العربية إلى الانتصار بتسجيله الهدف القتل لتتأهل المغرب إلى الدور المقبل فيما ودع العجيون المنافسة مبكرا على عكس كل التوقعات المغرب احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط بفريق نقطة عن جمهورية كونغول متصدرة أمال العرب معقودة الليلة على منتخب مصر للعبور إلى الدور المقبل إذ يكفيه التعدل أمام غانا ليضمن بطاقة تأهل منتخب الفراعين يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة لكن الخسارة قد تقصيه من البطولة غانا ضمن تأهلها بحلولها على رأس المجموعة بست نقاط لكنها تسعى إلى ضمان المركز الأول لتواجه ثاني المجموعة الثالثة أرشيف الموجهة يؤكد تفوق مصر الفائزة بعشر مباريات على غانا من مجموع 21 قبل استكمال النشرة نتوقف مع جولة صحفية وعبير الذوادي إليك عبير شكرا وأهلا بكم نبدأ مع الأقلام العربية ومع الإنجاز الذي قام به المنتخب المغربي لكرة القدم بمروره إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا صحيفة تألم عطف عنوانة المنتخب الوطني يحد من إخفاقة الماضي ويتأهل إلى الربع انتظر المغربة من عام 2004 إلى 2017 لمشاهدة منتخب بلدهم يتجاوز الدور الأول من كأس أمم أفريقيا اليومية المغربية قالت إن نسخة 2017 التي قلنا إن عدم تفاؤل الأنصار بالمشاركة المغربية فيها جعلها شبيهة بنسخة 2004 وبرغم الانتقادات التي وجهت للناخب الوطني هل يكرر رونار إنجاز الزاكي رونار تحدى الإصابات والغيابات وتدبر أموره باحترافية وبحنكته الأفريقية ولقح مجموعته بدواء المناعة المناسب لأفريقيا المتمثل في القتالية الاندفاع وروح الجماعة وحول مباراة اليوم التي تجمع المنتخب المصري بنظيره الغني كتبت اليوم السابع خمسة لاعبين من سلاح الفراعنة أمام غانا في أمم أفريقيا بالجابون منتخب الفراعنة بقيادة الأرجنتيني إكتور كوبر يسعى إلى تحقيق الفوزي وعليه الاعتماد على لاعب روما الإيطالي محمد صلاح حارس المرمى المخضرم عصام الحضري صاحب اللقب الأفريقي أربع مرات وعبدالله السعيد وأحمد حجازي وأحمد فتحي ننتقل وإياكم إلى الشروق الجزائرية والتي حملت رئيس الفاف كل المسؤولية في تراجع أداء منتخب بلادها في كأس الأمم الأفريقية وعنونت استهلك عشرة مدربين الجماهير تصرخ يلحاج كفى ذبحا لكباش الفدا الصحيفة أشرت إلى أن رئيس الاتحاد الجزائري لكوات قدم محمد روراوة طغت النتائج السلبية على الإيجابية خلال فترة ترأسه للفاف فلم ينجح ثعالي بو الصحراء في الفوز بكأس أمم أفريقيا الغائبة عن خزائنه منذ عام 1990 استهلك روراوة عشرة مدربين منذ عام 2001 كلمات اتهمت اليومية الجزائرية فيها روراوة بأنه يتدخل في شؤون منتخب ويرفض كل من لديه شخصية قوية ويساهم في نكاسات الخضرة إلى صحيفة النهار اللبنانية التي اهتمت بكرة السلة المحلية وكتبت خسخصة الرياضة اللبنانية سبيل الارتقاء ويرى القيمون على القطاع الرياضي في الدول التي بدأت خسخصة نواديها أن الوسيلة الأنجح لتطبيق الاحتراف وهو ما ينشده القطاع الرياضي اللبناني برمته وعبرها يتم القضاء على المحسوبيات واختيار الأكفأ في الاتحادات الرياضية وبالتالي ضمان حقوق الجميع من إداريين ولاعبين ومدربين وصولا إلى التجارة الرياضية ولكن بحسب الصحيفة فإن هذه الخطوة مهمة جدا وقدرة على نقل الرياضة اللبنانية إلى الأعلى لكنها لا تنجح لأسباب كثيرة أولها الطائفية والسياسة اللتاني تتحكمان بمفاصل الرياضة هكذا مشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا عبر الصحف والآن عودة لاستكمال بقية النشرة شكرا لك عبير سيتوجه ريال مدريد إلى سيلتافيغو في رحلة تعويض الخسارة خلال أياب ربع نهائي كأس الملك المدرب زين الدين زيدان أشار إلى أن المباراة أشبه بمواجهة تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية الملكي كان قد خسر على أرضه في الذهاب بهدفين لواحد ما يعني أن عليه الفوز بفارق هدفين لضمان تأهله إلى المربع الذهبي زيدان أكد من جديد أن الفريق ينافس هذا الموسم على تحقيق ثلاثية تاريخية مؤلفة من الدور المحلي والكأس ودور أبطال أوروبا رونالدينيو على بعد خطوات قليلة من العودة إلى برشلونة ليصبح أحد أعضاء فريق اللاعبين القدامى النجم البرازيلي وقع العقد جديد ليرتدي قميص البرشا في المباراة الخيرية ويشارك فيها أهم اللاعبين السابقين رونالدينيو وافق على العودة خلال اجتماع في مدينة نيويورك على هامش افتتاح متجر لبرشلونة قبل أن يصبح رسميا كما ذكر في الصحافة الكتالونية انتقادات المعارضة الجابونية للرئيس علي بونجو تأججت بعد إقصاء المنتخب المضيف من الدور الأول المنوئون بدأوا بحملة أعلامية ويحضرون الاحتجاجات في الشوارع تعبيرا عن رفضهم إقامة البطولة وللمطالبة بإعادة الانتخابات الرئاسية لتطلاق مع انتقادات دولية للبطولة الباهدة صعادت المعارضة الجابونية بوجه الرئيس علي بونجو خروج منتخب الفهود من كأس أفريقيا على أرضها وبين جماهيرها عمق الانتقادات الموجهة للبطولة من الناحية التنظيمية لاسيما سوء أرضية الملعب وخلو المدرجات من الجماهير في غالبية المباريات بيار أمريك أوباميانك ورفقه خرجوا بعد ثلاثة تعادلات لتتجرع الجماهير صدمة كبيرة واستغلت المعارضة الأمر لتواصل هجومها على الرئيس وشن الإعلام المعارض حملة على القيادة السياسية للبلاد بسبب البذخ في الانفاق على التجهيزات البنية التحتية وملاعب البطولة على الرغم من الفقر الشديد الذي تعاني منه مدن الجابون وراءت صحيفة جابون ليبر المعارضة أن البطولة كانت غير موجودة في البلاد وأن الأمور اليومية تسير على نحو عادي ولا تفاعل شعبيا معها وتقاطع هذا الأمر مع اعتبار المتابعين للبطولة أنها نسخة باهدة على مستوى التنظيم وتجهيز الملاعب صحيفة الظاصان الإنجليزية صلتت الضوء على ظاهرة مدرجات خالية وكشفت أن الميزانية التي صرفت على حفل الافتتاح والدورة القارية لم تنجح في شد عصب الجماهير المحلية وهاجمت الصحيفة للجنة المنظمة التي أعلنت قبل انطلاق البطولة بيعها 70% من تذاكر المباريات إلا أن ذلك لم يظهر بعد بدء المنافسات ومن الناحية التنظيمية ظهر أن جودة الملاعب والتنظيم كلفتها أقل من حوالي 600 مليون يورو وهو الرقم الذي كشفت عنه اللجنة التنظيمية سبب العزو في الجماهيري يرجع إلى الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الجابون خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية وخروج مظاهرات وحدوث صدامات في الشوارع كان مدرب ليفربول يورغن كلوب وثيقا من قدرته على إقناع نجمه البرازيلي فليب كوتينيو بتجديد عقده وهذا ما حصل صانع الألعاب التزم اليوم بعقد طويل الأماد مع الريدز لكن النادي الإنجليزي لم يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد التقارير الصحفية رجحت أن العقدة يمتد لخمسة مواسم سيتقاد خلالها اللعب مائة وخمسين ألفا ومائتي ألف جنيه أسبوعيا وفي حال كان الرقم صحيحا سيصبح كوتينيو صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي لا للمستحيل عنوان مبادرة ذاتية قوامها ثلاثة شباب غزيين حرصا منهم على تشجيع الرياضة على مدى ثلاثة أيام جرى أصحاب المبادرة حول القطاع المحاصر بالرغم من غياب الدعم وكثرة الصعوبات ولسيما اللوجستية منه هو صباح جديد ومعه تبدأ رحلة جديدة دشنها ثلاثة شباب غزيين مبادرة ذاتية بعنوان لا المستحيل تسعى إلى تشجيع الرياضة بين الناس وذلك بقطع مساحة قطاع غزة جريا على الأقدام أحب أن نشجع الرياضة في غزة نعملها الفكرة فعملناها والحمد لله نشحت نحن منه نشحت الفكرة كانت من الشمال للجنوب من الشرق للشمال للجنوب الحمد لله نشحت الفكرة عشرات الكيلومترات من جنوب القطاع حتى شماله ومن شرقه حتى غربه ناجح الشبان في قطعها على مدار ثلاثة أيام في رحلة لم تخلو من الصعوبات غياب الدعم الدعم كان قليل والثلاث أيام المرينة فيها كان فيش مكان نبات فيه فيش دعم كتير وكل المصاريف كان في بعض المصاريف على حسابنا وبرغم الضنك الذي يعيشه الغزيون تبعث مثل هذه المبادرات وإن كانت فردية الروح من جديد تجاه تشجيع الرياضة لتصبح يوما ثقافة بين الناس ولأن الإرادة لا تعرف المستحيل نجح هؤلاء الشبان في تحقيق أولى أهداف مبادرتهم هذه فكل خطوة هنا رسخت مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لا تعجزه الظروف الصعبة ولا المعيقات أحمد شلدان غزة الميادين في أخبار التنس حجز رفايل نادال بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة على حساب منافسه ميلو شراونيتش النجم الإسباني حجز بطاقة العبور بالفوز بثلاث مجموعات نظيفة في مباراة استغرقت أكثر من ساعتين حمل لقب في نسخة 2009 سيواجه في الدور المقبل جريغور ديمتروف ليتأهر إلى المربع الذهبي للمرة الرابعة والعشرين في مسيرته في البطولات الكبرى والأول له منذ عام 2014 خبرنا الأخير من السلة الأمريكية للمحترفين NBA حل شيكاغو بولز ضيفا ثقيلا على أورلاندو ماجيك فتغلب عليه في عقر داره اللاعب الجماعي كان علامة الفارقة في أداء الضيوف بدخول اللاعبين كفة على قائمة التسجيل جيمي باتلر قدم أفضل مستوياته مسجلا عشرين نقطة وأضاف ثمانية متابعات كما سجل زميله دوين ويد 21 يذكر أن شيكاغو يحتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية بثلاثة وعشرين انتصارا مع الـ NBA نختم الرياضية المفصلة للمزيد الميادين دوت نت والميادين بالإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة